أدنى الرئيس الفلسطيني محمود عباس حرب الإبادة الجماعية والتدمير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة على أيدي آلة القتل الإسرائيلية دون اعتبار لقواعد القانون الدولي هذا وأضاف الرئيس الفلسطيني خلال كلمته في الذكرى التاسعة عشر الاستشهاد ياسر عرفات أن الذكرى تأتي بالتزامن مع تعرض الشعب الفلسطيني لعدوان شامل في غزة والقدس وضفة مشيرا إلى استشهاد وجرح أكثر من أربعين ألف فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء وجدد الرئيس الفلسطيني المطالبة الفورية بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني والإسرائيل في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود وأكد عباس أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين قائلا إننا سنتحمل مسؤوليتنا بالكامل في أطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة اشتركوا في القناة